اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة ونحن ما زلنا في تأملتنا في الرحلة التبشرية التالتة للرسول بولوس وبصفة خاصة في افسوس وبعد ما رأينا هناك نجاح للخدمة لكن هناك اضطرابات حدست كثيرا بسبب الصناع التماثيل والصاغة الذين اصاروا ضجة كبيرة ضد بولوس ورفقائه وضد تعليم رسالة الانجيل لكن حدث في هذا الموقف دور شخص يدعى الكاتب اسمه اسكندر سنتابع معا هذا الدور ونقرأ الايات 35 الى 41 في هذا الاصحاح اصحاح 19 من سفر الاعمال ثم سكن الكاتب الجمع وقال ايها الرجال الافسوسيون من هو الانسان الذي لا يعلم ان مدينة الافسوسيين متعبدة لارطاميص الاله العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس فاذا كانت هذه الاشياء لا تقاوم ينبغي ان تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما لانكم اتيتم بهذين الرجلين وهما ليس صارق هياكل ولا مجدفين على الهتكم فان كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على احد فانه تقام ايام للقضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا وان كنتم تطلبون شيئا من جهة امور اخر فانه يقضى في محفل شرعي لاننا في خطر ان نحاكم من اجل فتنة هذا اليوم وليس علة يمكننا من اجلها ان نقدم حسابا عن هذا التجمع ولما قال هذا صرف المحفل يبدو ان هذا الرجل كان يتمتع بقدر كبير من الاحترام وهو بمثابة كاتب او سكرتير المدينة كان يمثل حلقة الوصل بين المواطنين والسلطات الرومانية بصفة خاصة القضائية منها وتعتبره السلطات المسؤول عن مثل هذه التجمعات والتي قد تتسبب في عقاب شديد للمدينة لهذا بذل كل جهده لفض هذه المظاهرة والحقيقة استخدم اسلوب خاص يعرف قوة تأثيره على سامعيه ففي البداية شاركهم الاقرار بعظمة ارطاميس وعظمة افسوس المدينة باعتبارها متعبدة وحارسة لارطاميس واكد ان هذا معروف من الجميع ثم ذكرهم بالاعتقاد بان تمثال الالهة ارطاميس قد خبطت من السماء من زفس اله الالهة هذه المقدمة هدأت من روع المتظاهرين وجعلتهم يفتخرون بارطاميس ولا يخافون عليها وبعدين دعاهم للهدوء باعتبار مدينتهم وهيكلهم وتمثلهم اكبر من اي مقاومة وتناول المسألة من جهة قانونية بحتة فقد قبضوا على الربولين اللي هم غايس وارسترخس بدون وجه حق فهما ليس صارقين للهياكل ولم يتكلم ضد آلهتهم مع ان الحقيقة بولوس تكلم اكثر من مرة عن بطلان العبادات الوسانية لكنه لم يهاجم اله الها محددا من آلهتهم وبعدين اشار الكاتب الى الطريق القانوني باعتبار القضية تخص بعض الافراد زي ديمتريوس والصناع وقال ان هؤلاء عليهم ان يقدموا الدعوة ويتم التحقيق فيها من القضاء وبطرق شرعية وليس بمثل هذه المظاهرة ولما قال هذا صرف المحفل وبعدين يواصل البشير لوأ الحديث عن بقية احداث هذه الرحلة فاتينا الى اصحاح 20 من سفر الاعمال وكتب لنا مع بداية هذا الاصحاح من آية واحد الى آية خمسة وبعد ما انتهى الشغب دعا بولوس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب الى مكدونية ولما كان قد اكتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس فصرف سلاسة اشهر ثم اصحصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد الى سوريا صار رأي ان يرجع على طريق مكدونية فرفقوا الى اسيا سوباتروس البيري ومن اهل تسالونيكي السترخوس وسكندوس وغايوس الدربي وتيموساوس ومن اهل اسيا تيخيكوس وتوريفيموس هؤلاء الصبقوا بقول البشير لوأة وانتظرون في ترواس واما نحن فصافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيلبي ووافيناهم في خمسة ايام الى ترواس حيث صرفنا سبعة ايام بيخبرنا لوقة هنا ان بولس يغادر افسوس بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعالة والمسمرة وصافر من مكان لاخر حتى وصل في النهاية الى اوريشاليم وكان قد اخبرنا لوقة من قبل انه يرغب في السفر من اوريشاليم الى روما على اي حال ما يشغله الان هو الذهاب الى اوريشاليم وفي تشابه الحقيقة نقدر نشوفه وكان التشابه ده كتب عنه جونس نوت تشابه كبير بين رحلة يسوع الاخيرة الى اوريشاليم والمدونة في انجيل لوقة وبين رحلة بولس هذه من افسوس الى اوريشاليم فبيقول زي ما حصل مع يسوع هنا بولس يسافر الى اوريشاليم مع مجموعة من تلميذه ومثل يسوع ايضا قوامه اليهود كثيرا وتأمروا على حياته ده برضو اللي حصل مع بولس وفي اعلانات سلاسة مسبقة عن الامه عن الام يسوع وبانه سيسلم لأيد الامم وده برضو اللي حصل مع بولس واعلن مثل السيده انه مستعد ان يضح حياته بالكامل لاجل الانجيل والامر الخامس انه كان لديه اصرار بتكلم هنا على اتنين يسوع المسيح وبولس الرسول كان لديه الاصرار ان يكمل خدمته ولا يتوقف واعلن بولس ايضا مثل يسوع انه يخضع ارادته بالكامل لارادة الله الحقيقة قبل بولس ما يبدأ هذه الرحلة المسيرة الى اوريشاليم جامع تلميذه في افسوس وادعهم ولم يخبرنا لوك بتفاصيل هذا اللقاء لكن حتما كان اشبه بلقاء بولس مع قصوص كنيسة افسوس اللي في اصاع 20 من اية 17 الى 37 من المؤكد انه شجعهم ليظلوا امناء للرب برغم الاضطهاد المتوقع ان يأتي عليهم وعليهم ايضا ان يعيشوا كما يحق للرب وبعدين توجه بولس الى مجدونية وكان قد ارسل الى هناك تيموساوس وارستوس وسواء صافر بالبحر او بالطريق البري فمن المؤكد انه ذهب شمالا الى ترواس وبالطبع عازم انه هو يقدم ويعز برسالة الانجير في هذه الجهة وعمل كده فعلا لكنه لم يكن مستريح بالكامل وقال كده في كرونستانيا 2 هذا القول ولكن لما جئت الى ترواس لاجل انجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب لم تكن لي راح في روحي لاني لم اجد تيتوس اخي لكن ودعتهم فخرجت الى مكدونية من هنا يتضح ان بولس لم يستمر طويلا في ترواس بل ذهب الى مكدونية وهناك تقابل مع تيتوس ونقل له تيتوس اخبار اخبار مفرحة ومشجعة عن الكنيسة في كرونسوس بهذه الاخبار الصارة تحول اكتئابه وقلقه الى فرح وده اللي ممكن نشوفه بالتأكيد في كرونسوس التانية اصحاح 7 في مكدونية ظار بالتأكيد الكنائس اللي اسسها في رحلته التانية اللي هي فيليبي وتسالونيكي وبيرية ثم ذهب من هناك الى غرب مكدونية المنطقة المسمى الليريكون وبعد ذلك توجه الى الجنوب لمقطعة اخائية والمعروفة عند العامة باسم هلاس لكن اقمته ثلاث شهور في هذه الفترة كانت في مدينة كرونسوس غالبا في شتاء سنة 56 و 57 في ضيافة غايوس كان مهتم في هذه الفترة بالجمع لاجل القديسين في اورشالين وبعد هذه الشهور التلاتة كان بولوس عازم على السفر مباشرة من كرونسوس الى سوريا لكن وصلته انباء ان اليهود متربصين له في الطريق لقتله فقرر ان يسافر برا نحو الشمال الى مكدونية ومن هناك يكمل رحلة عودته ورافقوا فريق من سبعة رجال كانوا قد سبكوه بالبحر الى ترواس وانتظروا بولوس هناك وكان لقى الطبيب برفقته اما هؤلاء السبعة فيبدو ان اختيارهم كان يعني في قصد وهدف واضح في هذا الاختيار اختيارهم بيظهر نمو ووحدة الكنيسة لانهم الحقيقة بيمثلوا مناطق مختلفة اللي كارس فيها بولوس وزرع فيها كنايس فمنطقة مكدونية يمثلها سوباتروس من بيرية وارستارخوس واسكوندوس من تسالونيكي ولوء نفسه من فيليبي اما منطقة غلاطية ده في الشر يمثلها غايوس من دربة وتيموساوس من الاستيرا ومنطقة اسيا يمثلها تيخيكوس وتوريثيموس من افسوس اما منطقة اخائية يمكن بولوس اعتبر نفسه ممثل لها ومعاه تيتوس وهو يمثل كورونسوس بصفة خاصة كل هؤلاء الحقيقة شاركوا في الجمع لاحتياجات القديسين في اوريشالين ثم هذا التنوع في هذه المجموعة المرافقة لبولوس بتشهد عن نجاح رحلاته التبشرية والصمر المتكاسر اللي اعطاه الرب من خلاله فقد وصلت رسالة الانجيل الى دربة والاستيرا في الرحلة الاولى وبيرية وتسالونيكي في الرحلة التانية وقافسوس في الرحلة التالتة ومن في لبي صافر بولوس ولوقة بعد ايام عيد الفصح استغرقت الرحلة خمس ايام وكان بولوس قد قطعها قبلا في يومين والسبب غالبا هو سرعة الريح وبعدين قضل رسول بولوس اسبوع في ترواس ده اللي بنقر عنه في اعمال عشرين والايات من سبعة الى اتناشر اسبوع في ترواس وفي اول الاسبوع اسكان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خاطبهم بولوس وهو مزمع ان يمضي في الغد واطال الكلام الى نصف الليل وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها وكان شاب اسمه افتيخس جالسا في الطاقة متسقلا بنوم عميق واسكان بولوس يخاطب خطابا طويلا غالب عليه النوم فسقط من الطبق الثالث الى اسفل وحمل ميتا فنزل بولوس ووقع عليه واعتنقه قائلا لا تطربوا لان نفسه فيه واتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة خلال وجود الرسول بولوس والفريق اللي معاه لمدة اسبوع في ترواس لم يسجل لوقة البشير الا هذا الحدث في مكان دعاه لوقة بالعلية وفي مسائل احد اليوم الاول من الاسبوع جرى هذا الاجتماع وكتار بيتسأله هل اول الاسبوع بحسب التقويم اليهودي ام الروماني نحن نجيب ان مجتمع الايمان ابتدى يستخدم هذا التعبير للاشارة الى يوم الاحد وده يعني ان المؤمنين كانوا بعد القيامة يكتمعون للعبادة في يوم الاحد فهم يذكرون يوم قيامة المسيح وظهراته وحلول الروح القدس كل ده كان في يوم الاحد ومن عبادتهم هذه المرة كان لاجل كسر الخبز ولا شك هذا التعبير شاء عند البشير اللوقة ويقصد به عشاء الرب ولان بولوس كان مزمع ان يغادر في اليوم التالي اطال الكلام الى نصف الليل كانت العلية في الدور التالت من البيت وفيه شاب اللي بيدعى افتيخس يجلس في الشباك واضح انه غلب النوم فسقط من الطبقة السالسة الى اسفل ولوء الطبيب بيشهد انه حمل ميتا وتوقف بولوس عن الكلام عن الوعز يعني ونزل الى هذا الشاب ويمكن تذكر ما حدث قديما مع الي وليشع حيث تمدد الي على الولد الميت ابن ارمال صرف صيدة ثلاث مرات وصرخ للرب حتى قام الولد وكذلك اليشع فوقف وقع بولوس على الشاب واعتنقه بالطبع صلى وطلب من رب ان يعيد الحياة لهذا الشاب وهذا ما حدث واعلن بولوس لا تضطرب لان نفسه فيه ثم صعد بولوس الى العلية وكسر خبزا والارجح ان هذا هو عشاء الرب اللي كان الاجتماع لاجله وبعد ذلك واصل الحديث وحتى طلوع الفجر ويختم البشير لوك روايته بالتأكيد على حياة افتيخز بعد موته وكانت المعجزة سبب تشغيع لمؤمنين كسرين وبعدين بنجد من ترواس الى ميليتوس صافر بولوس والفريق الذي معه الى ميليتوس قال كده في اصاع عشرين آية 13 الى 16 واما نحن فصبقنا الى السفينة واقلعنا الى اسوس يبقى صافر رفقاء بولوس بالبحر من ترواس الى اسوس بينما صافر بولوس بالطريق البري ولم يخبرنا البشير لوقة سبب السفر هكذا يمكن حب يقضي ساعات اطول مع الاخوة في ترواس او ان بعضهم سيصحبوا في السفر الى اسوس كان الطريق البري اقصر من الطريق البحري على اي حال التقى مع الفريق في اسوس وانضم اليهم واتوا الى متليني على بعد 30 ميل وبعدها ميناء خيوس وساموس ثم ميليتوس واضح ان السفينة كانت ترسو ليلا في هذه الموانئ وتسافر بالنهار وكانت افسوس في الطريق لكن الرسول بولوس قصد ان يعبرها بحرا ولا يرسو بها حتى يتمكن من الوصول الى اورشاليم فاستدعى قصوص او نقول كمان شيوخ كنيسة افسوس في ميليتوس ورأى ان لقاء بهم في ميليتوس سيكون اقل جدا في الوقت من ذهاب الى افسوس وفي ميليتوس قدم خطاب رائع جدا الى قصوص كنيسة افسوس يحتاج لوقت الحقيقة علشان كده سأرجع الحديث عن هذا الخطاب الى الاسبوع القادم قصة الكنيسة قصة مشجعة بولوس ورفقاء تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم قدموا الرسالة واكتار ابلوا هذه الرسالة واحنا من ضمن الاجيال اللي بعد كده قبلت هذه الرسالة شكرا لله وشكرا لهذا التاريخ المقدس اللي كتبوا بولوس واخرين معاه علشان تصل لنا رسالة الانجيل قلت لحضراتكم قبل كده قصة الكنيسة مفتوحة وممتدة قديها تشارك في هذه القصة في عمل الله نتقابل في مثل هذا الوقت الاسبوع القادم والرب معكم اشتركوا في القناة